ما أجمل كلمة بن كثير رحمه الله تعالى في سنة من السنوات بما ذكر الحظ بن كثير في تاريخه أن الشيعة في تلك الفترة كانوا يخرجون كما هي العادة اليوم الآن أيضا اللي هو في يوم مقتل الحسين رضي الله عنه يخرجون ويضربون أنفسهم ويصيحون في الطرق على مقتل الحسين فبعض جهال أهل السنة في تلك الفترة قالوا بما أنهم يقومون ويفعلون ذلك مقتل حسين حسيننا نريد أن نفعل مثل ذلك في مقتل مصحب بن الزبير حتى نغيظهم حتى نغيظهم فصاروا يقومون يصيحون ويبكون في مقتل مصحب بن الزبير قال ابن كثير ولا ترد البدعة بالبدعة ولا ترد البدعة إلا بالسنة ما فيه قضية ليس قضية أهواء فعلوا بنا نفعلوا بهم لا ما يجوز هذا ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله أهواء فيه